أهلا بكم منذ عام 2011 وحتى الآن كتب الوطن في سجل تاريخه محطات فارقة بأحداث عاشها المصريون وتعايشوا معها ودروسا سيتعلمها الأبناء ويتذكرها الأحفاد من بعدهم وبدأت حكاية وطن حينما تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمانة ومضى بمصر في طريق واضح نحو إصلاح شامل للدولة وشهدت مصر في وقت قياسي إقامة مشروعات قومية يصعب حصرها بتكلفة بلغت أكثر من 9.4 من 10 تريليون جنيها هنا كانت بكورة المشروعات القومية قناة السويس الجديدة والتي شهدت ملحمة مصرية خالصة ففي أيام معدودة تم جمع الأموال للمشروع والتي بلغت قيمتها 64 مليار جنيها وفي عام واحد فقط أنجز هذا المشروع العملاق ولتعظيم أحوال الدولة وتحسين البنية التحتية عملت الدولة على تحقيق نقلة نوعية في مجال تطوير شبكة الطرق القومية وتحسين جودة الخدمات ومنها وسائل النقل والمواصلات بتكلفة تخطت تريليونين جنيها منذ عام 2014 وحتى العام الجاري وفي إطار استراتيجية الدولة الطموحة لنهوض بقطاع الطرق والنقلة مع الحفاظ على البيئة جاء التوجه نحو فكرة النقل الأغضر المستدام عبر المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والسريع كما أولت الدولة اهتماما كبيرا بصناعة البترو كيمويات كونها من أهم الصناعات الاستراتيجية حيث تم انفاق أكثر من تريليون جنيها خلال السنوات الماضية لتنمية الإنتاج في قطاع البترول والغازي الطبعي وتنمية صناعات التكرير والبترو كيمويات وغيرها ولخدمة أهداف التنمية على أنواعها تولي الدولة اهتماما كبيرا لتوفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة وفقا للمعايير العالمية فضلا عن إضافة قدرات كهربائية من الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من إجمالية الطاقة المتوقع انتاجها في عام 2035 وجاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي غيرت وجه الحياة في مئات القرى الأكثر فقرا حيث تم الانتهاء من مرحلتها الأولى في 375 قرية بتكلفة بلغت 13.5 مليار جنيها وبتكلفة تقدرية بلغت أكثر من تريليون جنيها فيما تتواصل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري في 4800 قرية ولأن الحياة الكريمة حق للجميع أصبحت مصر بلا مناطق خطرة لأول مرة في تاريخها لتتحول مشاهد العشوائيات لمناطق تكفل العيش الكريم للمواطنين بعد إطلاق أكبر خطة لتمية العمرانية شهدتها البلاد بإنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية شملت تطوير المناطق غير الأمنة بتكلفة بلغت 67.8 مليار جنيها وكذلك تأفير السكن اللائق لجميع فئات المجتمع في الجمهورية الجديدة يأتي الحديث عن التعليم والصحة حيث أنفقت دولة تريليون جنيها لإصلاح التعليم قبل الجمعي و180 مليار جنيها لإصلاح التعليم العالي كما أولت الدولة أيضا اهتماما خاصا للتعليم الفنية وقامت بمضعفة موازنة القطاع الصحي من 42 مليار جنيه في عام 2014 إلى 222 مليار جنيه في عام 2023 ذلك لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وتغطية المبادرات الصحية المختلفة ومع استقرار الدولة وتذبيت أركانها تزدهر السياحة بطبيعة الحال حيث شهدت مصر خلال الفترة الماضية مشروعات كبرى في هذا الشأن انعكست على تطور الإرادات السياحية بنسبة تقدر بـ 197% وكذلك أعداد السائحين بنسبة تصل إلى 216% هي إذن رواية شعب عظيم استطاع خلال السنوات الماضية أن يقف صامدا أمام التحديات متحديا كل صعب ودولة اعتبرت البناء معركة بقاء لا رجع فيها بإرادة مخلصة وعزيمة ترجمة نانسي قنقر